أنا يعني هتوقف عند حضرتك هنا عند هذه النقطة تحديداً بأنه الإرهاب لا دين ولا وطن له ليس التطرف الديني وحده وأنا أتفق مع حضرتك وأياً كان هو الدين إيه ولكن هناك تربة خصبة دائماً لتجنيد الناس إلى هذا الإرهاب خلينا نحدد هذه التربة لأنها موجودة في العالم مش بس عالمنا العربي في العالم كله وبعد الأزمات اللي بيعيشها الإنسان بشكل كبير أصبح استياده لهذه الجماعات سهلاً يعني لازم نتفق الأول أنه الإرهاب يعمل فيه بيئة مختلفة البيئات مختلفة ليه؟ لأنك كلمة عن نسبة أمية عالية أنا آسف أقول هذا على المستوى العربي وإحنا كلنا عرب النسبة الأمية في المجتمعات العربية وفي تقارير التنمية البشرية يعني مؤلئ ومفزع وبالتالي عمليات التجنيد لم تعد بالصورة التقليدية حضرتك أنت بتكلم النهاردة على تجنيد الوقت داعش مجند برضو نمازج أوروبية كثيرة يعني أنا بتكلم في إيه بقى حضرتك النهاردة النسخ عمليات التجنيد مختلفة حضرتك النهاردة تجنيد الوقتروني بيتم وإنت حضرتك قاعدة بتشتغلي على جهاز كمبيوتر اشتغلي في إطار عمليات التجنيد بدون الصورة التقليدية اللي حصلة الإشكالية الحقيقية هي إيه؟ كيفية أن أنت تخلقي منع وطنية للمواطن البسيط اللي هو ما يعرفش ده لكن المشكلة فيه أنه نسبة المتعلمين ودي كانت نقطة مهمة لازم ندرك أنه قادة صناعة الإرهاب في العالم أنا بقف قدام بعض الحاجات العباسية ما حدش يقول لي أنه الظواهري كان طبيب أنه الشخصيات درس إعلام ودرس إقصاد ودرس سياسية هذا غير صحيح لأنه إحنا نهاردة ما بيجي نعمل المراجعات بقى المراجعات الخاصة بفكر الفكر ده أنت محتاجة مقاربات متعددة أستاذ شاف محتاجة مقاربات ثقافية وتعليمية ومحتاجة مقاربات فيه إعداد فكر وتنشئة سياسية وتنشئة اجتماعية هو زي ما حدشتك قلت للأمية والفقرة واستيارة الناس من فقرهم أحيانا بالضبط وهو ده الجماعة الإرهابية هي بتشتغل على ده يعني النهاردة حضرتي كما تشوفي عمليات التجنيد كانت ليه جماعة الإخوان الإرهابية وأحيانا كانت فيه مراحل معاناة طائرات السلفية والسنساخ نسخ فيه في هذا الأمر هو ده اللي يشير لحضرتي اللي حصل فيه العراق اللي حصل فيه عمليات التجنيد فيه العراق وكيفية اقتطاع ده المخطط واحد يعني مخطط واحد وهو محاولة فصل كينات وإقامة كينات موازية دول داخل دول يعني جماعة الإخوان الإرهابية كانت تعتبر مصر مصر الدولة الأمة العظيمة الكبيرة دي تعتبرها دولة ممر لدولة خلافة ولا تجدي أي تفسير لما يمكن أن يقولوه الرؤية الرؤية محدودة فأنتكلم على جماعة محدودة تلقفوا ليس كان لديها ما تقدمه للوطن سيبك من تفاصيل لكن الآن لا تقفي أمام هذا النسخ بقى الحديثة وده الأخطر اللي حاجة بتشوفيها النهاردة هي موجة جديدة يجب الانتباه إليها لأن الجيل الآن اختلف جيل 2010-11 لـ22 هذا جيل مختلف حضرتك جيل يجب أن ننتبه إليه أدواته مختلفة أسليبه مختلفة تعلم الدرس بصورة جيدة النهاردة ليس هدف داعش العودة للعراق أو سوريا هذا كلام سطحي النهاردة هو التأثير في العالم هو بيطلع يعمل مكاتب إقليمية وتواجد في مناطق متعددة فأصبحت هناك ظهر هيغير جيلده وطريقته يعني ظهرة جيوش الكطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر